بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يسأل كثير من الناس عن أخلاقيات العمل كل عمل له أخلاقيات خاصة وله برنامج يؤدي إلى تحصيل أهدافه والعمل بشكل عام له أخلاق أيضا تسمى بالأخلاق العامة والقيم وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الأخلاق منظومة ضرورية وليست من نافلة القول الأخلاق هي التي تميز الإنسان عن سائر الكائنات ولذلك من الله سبحانه وتعالى على نبيه فعظم شأنه وقال وإنك لعلى خلق عظيم الخلق العظيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضاه الله سبحانه وتعالى مثالا للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ربط القرآن الأخلاق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وجعلها هي الأساس في الطريق إلى الله ولذلك تكلم علماء المسلمين عن أن نخلي قلبنا من كل قبيح أي من الأخلاق وأن نحليه بكل صحيح أي من الأخلاق فالأخلاق هي التي تصلنا بالله وهي التي تكون سببا للفلاح والنجاح في هذه الدنيا تحترض الله سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك نهتم بهذا المعنى اختلف علماء التنمية ما الفرق بين الدولة النامية والدولة التي فيها النمو يسير بطريقة سهلة وآلية فتكون من الدول الكبيرة وكان من علماء التنمية وهو أمريكي الجنسية يتكلم عن أن الدولة النامية لا تعرف الجدية وأن الدولة التي فيها النمو قد استقر تكون حياة أهلها جادة وإذا رجعنا بهذه الكلمة إلى ديننا وإلى حضارتنا وإلى تاريخنا وإلى واقعنا نجد أن هذه الجدية لها عناصر عناصر الجدية هي إتقان العمل ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبهنا على هذا فيقول إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقده هذا كلام لم نؤلفه الآن أو ندعيه لكن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرشدنا إلى الله من عناصر الجدية الديمومة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل من عناصر الجدية الحفاظ على الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه من هذا العمل في روح الفريق ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضل الله مع الجماعة لينوا في أيدي إخوانكم إني أراكم في صف الصلاة وهو قد كشف الله له عنه الكون فاستقيموا هذا العمل في روح الفريق إنما الإمام ليؤتم به فإذا رأيتموه راكعا فاركعه وإذا رأيتموه ساجدا فسجده الأمانة من الجدية الالتزام من الجدية كل هذه العناصر قد أمرنا بها أحب أن أستمع إلى ما يقول في خاطركم أو ما تصطدمون به في حياتكم العملية حول هذا الشأن أخلاقيات العمل فمن كان عنده سؤال فليتفضل يتفضل ترجمة نانسي قنقر